طبعا اليوم رح اطلع احكي عشان الناس اللي بتحبني ورح اطلع احكي عشان تاخدوا من قصتي عبرة ان شاء الله يا ربي انكم تستفيدوا منها هذا الشخص تواصل معي على الانستجرام وخبرني انه هو بيبيع بواريك وعنده بواريك ونفس انه يعطيني من بواريك ومن هذا الحكي وانا طبعا وقال لي انه انا من فلسطين وانا من هالحكي وقلت له اهله سهلة فيك وما عندي اي مشكلة واستقبلته عندي في المكتب طبعا قاعد يحكي لي قصة حياته وصار يبكي ويقول لي انا وحيدة خواتي ابوي متوفي وانا ما الي شغل الا بشتغل بهذا الاشي وانا بعيه الامر قال لي انه انا قصة حياتي زي قصة حياتك انا ما الي معين وانا ما حدا بيوقف جنبي وانا بصرف على امي واختي ويعني كلام انا بالنسبة لالي اول اشي صدقته اكيد لان انا من الاشخاص اللي كتير قلبهم طيب ولما حدا يجي هيك احسه ان هو حدا عصامي حدا عصامي زي حنون على اهله بيصرف على اهله سابورت لأهله فالطبيعي اني انا ادعمه فهلا انا طبعا في اعلانات اللي هي بتكون انا بطلب فيها فلوس وبتكون مدفوعة بعدين هو قال لي انه انا ما عندي البدجيت ومن الحكي وانا بدي بس تدعميني انا اجيتك من فلسطين عشان تدعميني قلت له عيني عيني حتى والله هي كنت وقتها لابسة بروكي انا منصيتها من استراليا من موقع استراليا كزا مرة كنت تسألوني عنهم بلشت قلبس له هالبواريك ووقتها ورحمة ستي تحت الاتراب ورحمة ستي اني انا صورت له اعلان من قلب قلب قلبي لاني حزنت عليه لان قلت انا ما بتعرفه من ورا هذا الاعلان تاعي يمكن ربنا يفتحها بوجه الناس تعرفه تبلش الناس تعمل اردارات منه وفعليا يمكن ايجا اربع زباين بالاردن من طرفي يمكن بخمسة عشر الف هادول اول اول اعلان ايجا منه هادول قلت له الله يرزقك والله يفتحك بوجهك وانا ما عندي مشكلة وكنت سابورت لقيله وفوق كل هذا قلت هو وظيف ايجي هون عندي ما بزبط الا ما قلت هون الواجب في طلب مني قلي بده ادوه اكلات ماما ميده قلت له عيني قلت له شو بتحب قلي بحب ششبرك وبحب كذا عزمته عندي على البيت وعالغدا وعزمته عندي على البيت وبالليل طبعا قلت بدي اقوم بيواجبه اكتر عزمته على الفور سيزن وتصورنا وتعشينا وطبعا الف علي قصة هناك موجودة بس انا طبعا اكيد لانه في عندي مراهقات ما رح احكي مين اللي كان موجود هناك حدا بخصه وحاول انه يدفع الحساب وانا مرضيت واوا الاخرين مهم وراح وصار طبعا يعني كل يوم يبعت لي وانا بدي اشكريك وزين احكي لي افكار كيف بدي اكبر شغلي ومن هالحكي واوا الاخرين قلت له اذا قال لي انا عندي شهادات بالزيوت الشعر ومش زيوت الشعر قلت له اعمل براند لالك وانا بدعمك وانا سابورت لالك ومن هالحكي يعني شغلات كتير طويلة وضلت العلاقة وكنت اعامل زي اخوي الصغير والله العظيم حتى لما كان يطلع يهاجم بنات بنات بلوغر بفلسطين كان يطلع يهاجم بنات بلوغر منهم ميكوب آرتست منهم بنات بلوغرات بفلسطين كان يطلع يسيب عليهم يغلط عليهم يقلدهم وهيك مثلا في واحدة راح تركبت هيرتوك تاني يوم يطلع ما يخلي ولا يبقي عليها هذا الشعر بيقرف الحاططي فيش شعر بفلسطين طبيعي انا الوحيدي الببيع يعني هو خلص انه هو الوحيد بالعالم العربي هو الوحيد اللي عنده شعر طبيعي هو الوحيد اللي عنده شعر هير اكستنشن وبواريك بانه هو ما عنده هيرتوكو بشتغل بس بالبواريك ما علينا من الحكي فانا كنت ابعث لوفايسات ويشهد الله علي ورحمة سبتي تحت الاطراب انه كل شي موجود عندي على التليفون بس انا مش من الناس القليلة اصل ولا من الناس اللي من البداية نيتي وسخة او بتعرفها حدا بسجله قبل راس السنة كان بتواصل معي فكنت والله انا بالمطار انا وماما مسافرين فاللي شو عاملين براس سنة ونا الحكي بتقولوا والله مسافرين على تركيا طبعا هو هاي الفترة كله ما كان بيعرف ديما ولا بيعرف حدا من الجروب بتاعي الا امي والدتي هون هيا ما كانت بتعرفه شخصيا ديانا ولا حدا بس ليتي اللي بشتغل معي بالمكتب لانه هو كان يتردد دائما عندي على المكتب وكان يجيب زبوناته عندي على المكتب ياخذ لهم اياسات للبواريك تعونهم حتى في زبوني معاي بنفس العمارة اخدت منه باروكو للأسف في زبوني كتير مرتبة للأسف من وراء اسلوبه وفويساته وبهدلته واسلوبه الغير راقي البنت رجعت فلوسها ورجعت له الباروكو ويني مسافرين على راستينه قلت له النازلين تركي هل بليز خدوني معكم مش خدوني معكم قلت له تمام قلت له احنا نازلين بهذا لا لا اسمعي انا ما خلاص انا ببعت لك فلوس وانتي حجزيلي معاكم نفس الأوتيل وحجزيلي تذكرة وكل شو انت له حاضر عيني حكيت والله لالجروب انا طبعا معروف عني انا كل سنة بسافر مع الجروب الخاص لقلي طبعا احنا ما مدخل حدا غريب ولكن غلطتي تعلموا بدياكم تتعلموا غلطتي غلطة عمري وحياتي غلطتي وندم عمري الاشي الوحيد انا بعمري بحياتي ما ندمت عايشي بحياتي الاشي الوحيد اللي ندمت عليه بحياتي اني انا ما حجمت هذا البني هذا من الاول اني انا كنت خليته زيه زي كتير شركات وناس وعالم بيجوني على المكتب حجمته انت فقط اجيت اعطيتني البوريك صورتلك والله معك بس انا لاني حزنت عليه والقرآن وربي شهيد علي ما في داعي اني ابرر بس هاي القرآن بيدي وانا طهرة وربي شهيد علي والقرآن الشريف اللي بيدي ما في كلمة عم بحكيها اليوم بالستوري كذب وربي شهيد علي وهذا القرآن احاسب عليه انا تمام ندماني ندم عمري اني سفرته معنا سافر معنا طبعا ديما اللي بتركي انتو بتعرفوها خلاص هي حياتها الخاصة زوجها امورها ما بتحب انها تطلعها بالمرا خلاص هي بتحب تطلع تصور سناب شغلات هدا بس شغلاتها الخاصة هي ما بتحب تصورها فصورنا نطلع وروحوا نيجي هيني حجزت بالمطعم الفلاني هيني كذا فعملنا جروب على الواتساب فصورنا ربعات فويسات يلا صبايا يلا شباب انزلوا لانه كل يعني شباب بغرف احنا بغرف انا وماما بسويت تبعنا كذا كذا كل حدا متوزع هيا وجو معنا بغرفة فلعزم نعمل جروب عشان نقدر نعمل كنترول امتن ننزل امتن نتوزع ومن هالامور سهرة من السهرات طلعناها كنا بالمطعم صورنا وقتها يعني انا كل اشي يعني انا حدا ببليك فجر كل اشي بطلع بعمله بسويت 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 في سهرة صرناها بمطعم توركي وحنا بالمطعم هو مسك الكاميرا تمام وصار يصور الناس اللي قاعدين وقلت له لو سمحت عشان زوج ديما اللي كان قاعد على الطاول هو ما بطلع السوشال ميدي وانا زوج ديما بالنسبة لي هو اخوي الكبير وانا اكن له كل الاحترام من ارقة وانضف الشخصيات اللي ممكن تشوفوها وارجل شخص ممكن تشوفوه بالحياة وانا هذا الشخص عمل معي مواقف ما بنساها قد ما هو شخص محترم وشخص من عائلة كبيرة ومحترم ومعروف وانا بعتذر منك بعتذر منك انه انا اللي دخلت هذا الشخص وسبب لكم كلام وحكى عنكم كلام مسيء وهو لا ينتمي يعني هذا الكلام هو بمثله له ومش بيمثلكم انه انتو معروفين من انتو ما علينا بقلتلي لو سمحت ما تصور انت احنا حكينا واحنا لما نطلعنا ما حدا تصور من الجروب تاعنا اصورنا شغلات الحلوة بين بعض وهيك ممز ما عجبو فانتتر هيك حط التليفون قعد لا أكل ولا شرب ولا إشي حتى يعني شباب صاروا يتحرك شفينه كل الشب ماما هذا ما يردى حدا حمل حاله وروح طلب تاكسي وروح يروح هاي مشكلته بالنسبة لإن احنا احترام الناس أهم من التصوير والشوقف راحة الأيام واجهة الأيام راحة الأيام واجهة الأيام رجع على السوشال ميديا عنده بلش يتنمر على بنات بفلسطين بلش يتنمر على بلوغرات بلش يطلع يحكي كلام موسيق فهيا عملت له انفولو كيف تعمل له انفولو وبلش فيها مسيجات طالع نازل هاي عملت له انفولو بعد عيد ميلادو طبعا هو كان عيد ميلادو في دبي واحد عيب يحكي بتفاصيل هدايا وشو صار بالعيد ميلاد وابعد ميلادو نالو لو سمحت احنا ما بدنا يعني خلص جايين نحتفل بعد ميلادك مو جايين نعمل شو اوف للناس انه احنا هنا بعد ميلادك خلص صور الفيديوهات التذكرية الحلوة بما انه انت بتقول انه انت صديق واخ وانا بعتبرك زي اخوي الصغير صور قلت له لنفسك ما تنزل اشي على السوشال ميديا لانه في ناس ما بتحب وفي ناس قاعدة الطاولة ما بتحب انه تظهر على السوشال ميديا وهذا الاشي احترام وخصوصية لهم فبعدين هو صار ينزل شغلات تخبيص عنده على على الستوريات لبنات مش احنا يعني لبنات ويتخوت ويتنمر واوا فهي عملت له انفولو كيف يتعمل انفولو بلش يبعت له فويسات ما خلى من الزنار وطالي انا عجب انا بعت له فويسات قلت له يا حبيب دخلنا بالمعروف خلينا نطلع بالمعروف فويسات انا قلت له متفاجئة والقرآن متفاجئة منك من هذا الحكي بعت لي فويسات خلصنا الموضوع وكان بيها بعدين بلش يبعت لي يبعت لي يبعت 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 وما اروا طبعا انا كمان عملت له انفولو وعملت له ريموف من الاسناب عملت له انفولو وريموف خلص الموضوع وبيس وسلام وضل طبعا هو يبعت ورجع بعت لي صورة لايف على الواتساب ودمعته نازلة وبعت لي انا ما بتهون علي وانا عارف حالي انغلطت هل رح انزلكم المساج اللي نزل وطبعا ما هنزل الشغلات بس هنزلكم انا ندمان وانا زعلان وانا ما بتهون علي وانا الحك ما ردت لانه بالنسبة للي خلص لما باخد موقف من بني ادم انا بالنسبة اللي المعروف انه خلص بعمل عليه بلوك وما عد برجع لانه خلص من جوا بلوك انت بتنقذ انت بتنقذ وقفت معي انه هي كانت معي بداية مشروع ZK Beauty في تركيا يعني هي كانت تدور معي هي العملت على أحسن مصانع بتركي هي كانت تروح معي كانت ترجم لي كانت يعني هاي البنت معروفة على راس 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 من فوق لي يوم الدين والله بيشهد عكلامي فالبنت صورت اشترت بواريك اشترت بواريك من تايلند وهي كحدة public figure و influencer بتحكي عن كل شغلات عن experience بها بصفرتها شغلات اللي بتشتريها فصورت باروك حكا تشوف يا صبايا الباروك بتجنن ومن احسن البواريك اللي اشتريتها بسعر كذا كيف هي تحكي هيك نفس ما عمل طبعا مع كتير influencer وبنات بلوغرات بفلسطين طبعا تحياتي لهم يعني زي كواحدة بفلسطين عملت هيرتوك وما خلى ولا بقى عليها نفس الاشي عمل مع دي مع اساس انه exclusive لاشي اسمه شعر بالعالم هو الوحيد اللي بصنع شعر بالعالم ومش هو اللي بصنع كمان وبلش بالبنت مسبات وإهانات وينزل ستوريات عنها وينزل صور عليها و و الى آخرين بعت لديم وقلت لأ أنا بعت زر ديما حقك علي طبعا هو كان عم بيعمل كل هذا عشان أنا أبعت له صفحته ويتابعوه تعرفوا فيه ناس عندهم الشرف والإساءة والحكي على شرف الناس والفضايح بالنسبة لهم هو بيزنس بيجيب لهم متابعين وبيجيب لهم فالوورز للأسف فبلش من هون بلشت القصة وكيف أنا ما أعبره وكيف ديما ما أعبره وبلش طبعا عندي أحكي لكم بشغلي إنه من البداية يعني هو من البداية لما دخل عندي على المكتب كانت نيتو سيئة اتجاهي بعكس نيتي اتجاهه ربني يحرم ربني بصري إذا أنا بكذب عليكم إنه أنا نيتي كانت اتجاهه إني أنا بدي خلي الناس تعرفوا بدي يترزا حكالي إستو حكالي إنه هو ما إله معيل حكالي إنه هو كتير بتصير معه مشاكل هناك وناس كل فترة وفترة ناس بضربوه مرة بعث ستوري لو ماما على السناب مطفين ضعو لبيته وماما وماما أنا خايف شباب برا وافيلي بدو مضربون يعني قصص كتير فأقول هذا يعني ربنا دائما لما بتوقف أنت مع بني آدم وترزق ربنا بيرزقك على النية وبلش فيني طبعا في ناس ما بيعرفو القصة وما بيعرفو أصلا ما بيعرفو أكامت وطبعا بلشو على أكامت الإنستجرام أنا طبعا بما أنه أنا سنابي وإنستجرامي مواثق بتبعت إيميل طبعا سياسة الشركات هاي أنه أي أكامت ويسيئة إلا بتبعت في إيميل وبيعملوا ديليت أكامت أنا عمل ديليت أكامت لإنستجرامه ونفس الإشي للسناب شات اللي هو كمان أساءل إلي وأساءل أهلي وأساءل أصدقائي وأساءل صديقتي اللي مش صديقتي أختي ديما وطبعا حكي طال نازل فيأسه وصار يعمل أكامت وأكامت 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 أعمل أكامت على التيك توك وطلع لايف أربع ساعات طبعا باللايف الأربع ساعات اللي حضروا أكيد رح يعرفوا من يعني من طريقة المسبات اللي سبها والإساءة أكيد حيعرفوا هذا الشخص شو وأظن إنه يتقن هيك كلمات أو يحكي هيك كلام عن أنت أو عن سد أو عن مرأة متزوجة محترمة أو عن بنت أو whatever هلأ أقوله أنا بالنسبة لإلي أنا تعودت على هاي شغلات لإلي بالسوشيال ميديا تسع سنين وكتير ناس حاولوا إنهم يستفزوني وحاولوا ناس إنهم يسبوا علي وحاولوا ناس إنهم يشنوا حروب علي ويش إنه قصص كان طبعا دائما يرجع الحمد لله وممكن قبل فترة لما شفتوا الهجوم اللي صار علي حق يرجع من الناس هن أول الناس شنوا الحرب علي ووقفوا عساس تعاون معي ورجعوا بإعتذارات وعوال لأنه عرفوا بالآخر لا يصح إلا الصحيح والحمد لله أنا نيتي انضيف الحمد لله رب العالمين ولكن يعني إلك ثلاث أربع لكن توصل معك مرحلة لأنه يا أهبل يعني 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 يعطيني إشي منطقة وإشي صاحب تحقي يا أهبل إنه أنا المنتج تبعي صهيوني يعني أول أول شغلة أنت عم بتسيق لبلد كامل وهي تركيا أنت عم بتسيق لبلد كامل وحكومة وعم بتسيق لبلد كامل إنه تركيا بتأخذ إبضاعتي من مصدع وبتوديها لتركيا وتركيا بتبيني يعني العقل وين بدي أقول لكم الجروب بتاعي ما تزعلوا مني ما تزعلوا مني لأنه كلهم عم بلمون يعني كيف وثقتي بهذا الشخص كيف دخلتي على حياتنا كيف دخلتي علينا هيك فأنا أكتر إشي زعلاني منه على الكلام الموسيق اللي حكا لديما صاحبتي وديما مش صاحبتي أختي ديما أختي وأهلها أهلي أمها بعيد الأم كنت أبكي بحضنها حسيتها أمي الثانية لأنه أنا كنت بعيد الأم بتركيا فحسيتها أمي الثانية والله أمي يعني بالنسبة للي هيك لأن لأول مرة مش أول مرة غير وغيرات 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 ووصلت للعربية والجزيرة ولهن 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 بالنسبة للي بيتعود لانه هاي هي ضريبة النجاح وهاي هي حياة المشاهير وهاي حياة الشخص اللي عنده ملايين الناس بتتابع وكل اشي بيعملوا بيعملوا من نقصه ولكن انه وزعلي الاساسي والاشي اللي انا من جوه قلبي عن جد هيك مأهورة عليه اني انا وثقت بهذا الانسان وحزنت عليه ووزلت عليه وقلت يلا معلش ولد صغير بدي ادعى موقف عليه والله العظيم كرمال امه المسكينة وكرمال اخته وكرمال يعني وضعه المادي فقلت يلا معلش فهذا اللي اهرني انه انا كيف سمحت لهذا الشخص انه حتى هو بقولكم يعني هو فيه اشي مش يعني اول اسطوريات لما كان يحكي على ديما لما بلش بديما مسبات صار يحكي هي شقفة مترجمة بترجم لزين وبمصانع تركية طب انت هلا كيف بترجع بتقول انت كنت تترجم لي بمصالعك مع الصهاينة فهو يعني يعني عن جد الظلم الظلمات يوم الدين هلا اكيد القضاء الاردني سيكون الحاكم بيني وبينك تمام وفي دبي نفس الاشي وفي تركيا نفس الاشي بس ربنا كبير ربنا كبير واللي بتشددولك واللي معك بتشددولك والناس اللي معك بتتشددلك والناس اللي معك بتتشددلك الناس اللي معك اللي عم تطلع معاك لايفات وأنا وراس أمي ورحمة ستة تحت الاتراب إني أنا لا بحضر لايفاتك ولا بشوف ولا إشي منناس بتحكيلي تمام الناس اللي معك اللي بتتشددلك كمان إلهم نوم وهنا عارفين حالهم وعارفين انه فيه لهم قصة اللي كانت معك مبارح هي عارفة انه لها قصة اذا هاي القصة انكشفت ما بتطلع من الحبس بس انا بترك حقي للاخر انا مش زيكم وسخة ولا زيكم حقودة ولا زيكم بفضح ولا زيكم بسب اذا بشوف اتنين بالشارع عم بيعملوا اشي غلط بستر عليهم لانه رب العالمين بيستر على عباده فاحنا العباد بدنا نفضح بعض فالله يستر على جميع يا ربي وانا هذا الستوري كانتا اليوم بس هو اعتذار لأصدقائي واصحابي واعتذار لأمي اللي سمحت لهيك شخص انه يحكي عليها كلام وسيء لألها أمي الشخص المكافح الشخص اللي عمل كل اشي لحياتي بدي اعتذر لديمة بدي اعتذر لزوجها ولعائلته كاملة حقكم على راس راسي من فوق اني سمحت لهذا الشخص انه يفوت هذا الجروب وللأسف ما اكتشفت انه كانت نيتو وسخة من البداية الى هلا اشتركوا في القناة